أهلاً سعى الله وقاتلكم مرحباً بكم في هذا البتل مباشر لبرنامج كانديفور الذي يواصله طبعاً عبر قناة البلاد نتطرق فيه لما يحدث في كأس إفريقيا للأمم بكود ديفور وأبرز النتائج اليومية في كأس إفريقيا للأمم خروج منتخب موريطانيا بهدف مقابل صفر ضد منتخب الرأس الأخضر في دقيقة الأخيرة من المباراة بعد تسجيل منتخب الرأس الأخضر ضرب الجزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء سوف نتكلم كذلك في هذه الأتناء على مباراة سينيغال وكود ديفور التي انتلقت في هذه الأتناء طبعاً المنتخب سينيغال المتفوق بهدف مقابل صفر ضد المنظم منتخب كود ديفور وسوف نعود للجزائر وإقصاء المنتخب المصري صهرت أمس ضد منتخب الكونغولي وكأس إفريقيا التي سميت بكأس المفاجأة لحد الساعة سوف نتطرق إلى كل هذه المواضيع مع أبرز المحللين الذين تعودتهم عليهم في برنامج يتقدمهم محلل البرنامج مصطفى مازا مرحباً بك مصطفى سلام عليكم يا زيد شكراً لحضورك معنا في البرنامج شكراً مصطفى مصطفى وعيل إعلامي ومحل القناة البلاد مرحباً بك الله يسلمك مساء الخير يا زيد نعم شكراً لحضورك الله يسلمك أعتك صحر شكراً لك محمد ميهوبي محلل القناة البلاد مرحباً بك السلام عليكم السلام ورحمة الله شكراً لحضورك سيد محمد ميهوبي زوار جلول ومحل القناة مرحبا بك هذه غيبة مرحبا بك سي يزيد مشارك أمنت وحشتك دير صندر دير صندر يلا تكنال هربية دير صندر هيد بباساس وشكراً لسبونسورتنا بروفوت اللي يدير في الصندر آه ايه ايه هذا هو الرابع يمتواجد معنا اليوم تحية لمصطفى محمد شايب بيوسي قاسم مهدي وشفاء العجل اللي شامد راسلي لأوعية شوية لازم تقسيعي لها زوائر بقيت له سباح بقيت له سباح يمنسو 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 شوية بباساس نحية المنسابة وقلوا له طهورة إن شاء الله قبل ما تكلم على المنتخب المصري وما يحدث في كأس إفرقة للأمم لحد الساعة ولو أنه نذكر المنتخب سينيقالي متفوق ضد منتخب كود ديفور منظم الضورة بهدف مقابل صف بمجرد انطلاق اللقاء نذكر أنه منتخب موريطانيا الذي أقصى المنتخب الوطني الجزائري وفاز عليه بهدف مقابل صف إن هزم اليوم ضد منتخب الرأس الأخضر بهدف مقابل صف عن طريق ضربة جزاء سجلت في الدقاقة الأخيرة للمباراة مصطفى ما زهل احترم المنطق في هذا اللقاء أو موريطانيا كانت الأقرب لبلوغ الضورة الربع النائعي المباراة كانت فيها فترات فترات قوية لصالح المنتخب الموريطاني فترات ضعيفة في الجهة الأخرى لبعض الحيان فترات لصالح يعني للمنتخب الرأس الأخضر يعني تشوف أنه المباراة كانت في بعض الحيان متكافئة لكن الكفة كانت تقدر تمشي إلى منتخب موريطاني خاصة في الدقائق الأخيرة قبل ضربة الجهازة وإن كانت عنده المنتخب الموريطاني فرصة وجه لي وجه أمام الحارس لعب رجل يسرى يرميها خارج الإطار يعني تشوف أنه المنتخب الموريطاني ما كانش داك المنتخب السهل كان المنتخب محترم كتير ومباراة لعبت على تفاصيل صغيرة جدا ضربة الجهازة سمحت للمنتخب الرأس الأخضر أن يفصل في الأمر ويتأهل إلى الدور المقبل ربما كلامتها أخي مصطفى في بداية المشوار ربما سوف يحترم بغض النظر على تآهل الرأس الأخضر كان منتخبات قوية مرت إلى الدور الثاني ربما كانت منتخبات مجهرية بين قوسين وإن المنتخب الرأس الأخضر يعتبر من بين المنتخبات التي كانت ربما قادرة أن تخرج في الدور الأول لكن مع احترام ربما المنطق بغض النظر على المستوى الذي ظهروا به في المباراة الأولى يتمكنوا أن يجوزوا ربما إلى المربع الذهبي لما لا إلى النهائي سيد ميهوبي فريق الرأس الأخضر طبعا يفوز على موريطانيا في الدقة الأخيرة من المباراة دقيقة 8 طريق ضرب الجزاء رايان مينديس هو من سجل ضربة الجزاء بعدما ارتكب الحارس نيوس خطأ في منطقة العمليات كان رجل مباراة حارس الموريطاني ولكن ارتكابه للخطأ كان ربما هو سبب تأهل منتخب الرأس الأخضر على حساب موريطانيا رندن بالمقابلة فريق الموريطاني كله الدو ما عليهم ولكن دراسة الناخب كوفير نقاط قوة المنتخب الموريطاني خاصة من جانب الدماء الدفاعي في الجزء الأخير وهي أن الجزائر كنا مفزناش بالكورات كلها العرضية خاصة أمام الحارس قوته ولا قلب الدفاع تاو يوم كانوا أدكى الفريق الخصم وهنا ربما شافوا المقابلة تاع جزائر وشافوا نقاط القوة هذه وكانت تكون متوصل الكورات على الجهة اليمنى أو على الجهة اليسرى الفتاحات كانت تكون أرضية وبقوة وهنا برهنت وين الفريق الكوفير كان من هذه الكورات القوية ارتبك الدفاع الفريق الموريطاني في تبحير الكورة يعني إخراج الكورة وكانت تعود الكورات تانية كلها للفريق الكوفير اللي هنا بدأوا يخلقوا يعني والكورات الصعبة اللي كانت كذلك للفريق الكوفير وهي أنا على 20 أو 30 متر حتى 35 متر كانت الكورات في ظهر الدفاع الموريطاني اللي كان شوية ثقيل أنا نظن اللي كانت مرة المقابلة بفترات وكانوا قادرين في فريق الموريطاني كذلك أنه منسجلوا أهداف ولكن يعني فريق الكوفير ظهر أنه يعني مراهوش وازار في هذا الوتور هذا وراهو في تطور كبير في الكورة يعني الفريقية زوير أنا تمتعت بالمباراة هذه خاصة من طرف المنتخبين كان قادر المنتخب الموريطاني يصنع الدقيق الأخيرة وين تسجل نعم نحن نروح المصطفى لديك فقط زوير ربما فيه بعض مشكلة تقنية صحة تعبير الصوت سوف نقوم بسرعة فقط سمعنا مصطفى 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 كوفير يتجل بسرعة المنزل وين نتواجد في الدور الرابع النهائي نحضر ضد الجزائر هنا بمعلاب قسنتين ونهزم بخمسية كاملة مقابل هدف ونهزم كذلك ضد منتخب جزر القمور لزيل كومور بهدفين مقابل هدف وبعدها كانت فيه ربما نهزم كذلك منتخب التونسي في مباراة ودية كلها مبارايات خلاته يعرف مستواه ويعرف إلى ما يريد الوصول إليه في كون كون كود ديفوار واليوم متواجد في الضور التومل النهائي بعدما قدم مردود رائع ورائع جدا في دور المجموعات وهو الذي فاز على كل من المزنبيق وغانا بهدفين مقابل هدف وفاز على متخب مزنبيق بيتولاتية وتعادل ضد المنتخب المصري بهدفين في كل شبك فإن دل على شيء فإنه يدل على تطور هذا المنتخب الذي لا يستهان بها متواجد في الضور التومل النهائي أو في الربع النهائي العرقام والنتائج اللي بديتهم يعني يعبرهم لح تطور الفريق رأس جزر رأس الأخضر الفريق هذا كان ينهزم في المباريات الودية على خطر أش مكان شي يحسب أنا ربحين أنا طروها مات سن دي كات مات سن مات سن مات سن بيكتوار الجزئية تدو كالفريق هذا ما يحسب هو الفريق هذا يحسب الكون كري اليوم رأس في الكار دو فينال نظن يعني بوسيب يعني يقدر يروح كما قال مصطفى مازا يقدر يروح تل دمي أنا إذا كان يروح للكاب دمي فينال جنس رأس باش نوليك المباراة أوي أوي فرانش ما بسكوار كي تشوف وشقدم يعني ان تارم دين تنسيتي في اللعب دوران توت لارن كنت راني في شوط الأول أو في شوط تاني تشوف الانتنسيتي في اللعب التاعو تشوف باللي الفريق هذا محضر جيد محضر 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 لأنه سلسلة عشرين أو اثنين وعشرين أو اثنين وعشرين مباراة ما يخسرهاش الناس هدو روحوا يلعبوا مباراة والديار راح يلعب راح يجرب حاجة راح يصيي يلعب في المضرب الفلاهنية يصيي الابروف احنا ربحناهم بخمسة هنا ونوري بيو نربحوهم بعشرة اليوم احنا رانا احنا رانا يلعبوا كاردو فينا كوبد افريك هل تتشوفهم الى حتى الى فنال؟ حتى الى الماضي باش نقولك دمي فنال فرانشا نصري بايطاني يوم بعد على باك سورة ماتش توب تاريبي دايور اليوم مع الموريطاني كانت موريطانيا كانت عندها فرصة سنة غير هو والاخر ديفيسها بالجوش ديفيسها خرجت ماش عاف كيفاش دار باش ما دخلتش هذه الكورة مي نظننا ماملوك المركات الموريطاني في الوقت هاداك يفو دير يعني نقولك باللي سيتي كونتر كور ديجو الفريق فريق ههو اللي كان يدغط هو اللي كان يبريسينغ هو اللي كان يدوميني هاي هاي فهذه الكلاكسيون فرانشا ما هايكلاكسيون سيتي كونتر كور ديجو قلت لك انكارا سيديجوار يعني ماشي ماشي يعني ميلاعبوش فرق كيم احنا مخلوعين أو يلاعب في مضربة فلانية مع أجل المرحلة هم تلعب بفارق رديف في بنفكا لم يتلعب في بنفكا و يلعب في اليونان و للعراق و يلعب في العراق لديهم نفسها عندما يتلعب في الجبال الربية المنتجة في الوقت وفي الوقت وفي الوقت لديه أهتمام وماً لديه أمام النبات فبتش كنت أبدأ ما كنت توجد تأثير في الكبيرة موتش موتش المتاز الموتش موتش دوارتي الموتش هنالك أجل الميزة اللي شفتها وعجبتني في المنتخبات التحولات دفاع ولا هجوم دفاع حتى القوة البدنية اللي يظهروا بها قوة بدنية معتبرة وكبيرة هذا يخليك أنا في المباراة تيديوها يعني ما تموت لهذا نقول لك أنه تشوف أنت يستعملوا كتير الأطراف وين كايين دوارتي ولا من داس مسجل الهدف يلعبوا كتير على الأطراف ولعبين اللي عندهم فنيات وعندهم قوة التوغل يعني في أي كرة يقدر يعني في سرعة واحد ضد واحد يقدر يمر هذا نقول لك أنه يعني اليوم لما قال المصطفى في يعني الحصة الأولى اللي درت هنا معكم قال راح تكون ربما مفاجآت أتقيت أنه اليوم الكابفير ما صبحتش مفاجآة جيت ولو أنه في الجزء الآخر من البرنامج حتكلم عن المفاجآت اليوم ميسي المومون باش عدنوا سيو زوير ولاجا زويرا كان لا عنش تطيلو سبع جمال جمال نو شوف حبيد بك نكمل لك الفكرة لازم تعب تبدأ ما تقدرش كميل بسكو يحفي با نديبي إكزاكتي مؤمن شوف قلت لك المبارأ اليوم شوت الأول والله استمتعت لأنه كانت المبارأ بدأت بقوة ونشوفنا المنتخب الموطني كان يضغط وكان يلعب ما أقول لك كان بريسينج أو وهذا أنا شپونس هي الغلطة اللي خلصها كاش لانا عندما تبدأ في منافسة هما جبانس مانيزان باد اكسبرينس بورسال يبدوا بهد بهد الصفة كما الجزائر مباراة الاولى يمدد بكل القوة بريسيق او بعد ما قدرش يكملوا المباراة وخلصوها كاش في الدغنية منوت اكشفت الاخطاء اللي اندارت وينسجل عليهم الهدف انو نضمن نقص الخبرة واليوم الكاففير عرفت كيفاش تصير المباراة تاحا وشوفنا كل مبارايات تاع الكاففير عندهم خصلة عندهم ميزة اللي هي يسون كالم يسون كالم يسون با بريسي قلم يتقلقوش يعرفوا وقتاش يديروا اللي زاتك رابي تاحهم يعرفوا وقتاش يجيريوا جو بانس كل الكاففير يزون غني بكو بكو دهكس بريانس وزيد داك قلت انتا مقبيل عندما تلعب مبارايات ودية احنا الجزائي لعبنا كونت سينيقا رفزنا ليهم لعبنا كونت كاففير خفزنا ليهم واليوم ما استخلصنا اولا درس ولهذا المباراة الودية تختلف تماما على المباراة كما نقولك زهير زهير وصي محمد وكالك مصطفاء بس كونتون الانسين جوهار اي لزيون ترينير النس كلها فهمت أنه كرة القادمة الحديثة هي لطرانزيشون داكو؟ يبعا جو كتو كان ترانزيشون اتاك أو اتاك دفنس ونحن في الجزائر ستعب المنتخب الوطني قصوار مع المدرب الماضي يقبلوا اشترا لعب كحين بلوك وعاته كافريقيا لم نكنين Explorer مختلفة في اللعبة لذلك حتى تحوله تعنا البتاتر من حلوات دفاعية والهجومية كانوا ملاح ونحن نرى شيء هذا في المنتخب الوطني الآن كنت على رأس كنت في الطاقم الفني الوطني كان في الطاقم الفني لمنتخب الوطني مع سيد مدرب المجيكي للكنس هل ستكون كولتور موجودة في المنتخب الوطني؟ لا بارك الله فيك لا بشكل كولتور سأقولك بعيد يكون عندك لعبين لا يوجد التعامل لا يوجد ثقافة تاكتيكية لا يوجد منهج تاكتيكي لا يوجد تاكتيك لذلك سيكون عندك مشكلة هل كل الوجودين والمورطانيا والمتخبات اللي هم عندهم تاكفة هذين؟ بالطبع يجب علي لديهم المدارس مورطانيا والمدارس اللي كان في الدزاير لا محشور لا محشور في كل شيء مهم جدا هي الستabilité ومشارتناعي والمشارات هذا هو اللغة على الجزائر انه هو صحيح اذا أقول لنا عمضة المشكلة لماذا لن تتكون لنا لكوب داخليا لماذا لن تخدمي الالتقطاب التنزيشيه في 2010 الحمد للله كان لنا يزداد نحن في وقتنا نحن عمضة نحن وقودنا لنا حمد مع جمعة لم تتعلم في هذه المشكلة لأنه كان كل شيء نحن اسم الالتقطاب التنزيشيه ستكلمت على شيء مهم جدا هو التراضيطي أفاديك لذلك لكي تلعب الأفاديك لديك الوصفة رأينا لنبدأ لك لايضا كذلك عندنا تدخل الناس للحليام المدرسة ليلون الفرنسي اللاعبين اللاعبين في الدور الألماني اللاعبين في الدوري الدولي هذا سؤال مهم جدا ويلاعبين في الدوري الإنجليزي ويجب أن يتكلم تحول الجمهور هو التحويل من الحالة الدفاعية إلى حالة هجومية معنى أنها بردر جدا نريد اتكلموا لهما سيئا لانتا عنه لازم تكون كيف لا يجب الحال كيف نقدر نخدع الخصم و كيف نضيع الكرة في الهجوم كيف نقدر نعود القلاب بارك الله لأكذا نريف با فيرس في المنتخب الوضع سوف أرى أن نجاوبك نعم نعم أرى ان تطبيقين نعم أنا نجعل لك أن تريد السؤال تعيب جواب هنا أرى أن نرى البليات والدعوزيام والثيام والثيام هل انه قام بإذنان عفل المساعدة المساعدة؟ لا بارك الله وفيك. لازم تسيب الجوار كما كان عدنا احنا الجوار أفضل تقديو رائع يقوم بسيارة هذا الرجل يستطيع التفادي ويستطيع التفادي التواصلات يستطيع التفادي لأنه كانت التفادي يستطيع التفادي مع اللعابين الذين يلعبون معه اليوم انت عندما تغير كل ماتش تغير اللعب وثانين في وسط الميدان ووسط الميدان هو الأهم اليوم انت بن ناصر اليوم تبليسه لك خلج بن ناصر وإننا لدينا نسيب الجوار زهير بارك الله وفيك ما شهدك حبس بالنقديو رائع أنا حبسه بالنقديو رائع لا لا تتلقى نقديو رائع لا لا تتلقى نقديو رائع يازي بسكو هذا الهدر اللي تقول فيها سمع لي مستف تسمعها في غالي بلاطو وناصر قديو رائع نحيوه بمناسبة ضاير نعضمه للأجر في وفاة ابنه واخر شقيق عدلان قديو رائع عدلان كان في استرجاع الكورا اللي تي بان في الاريولانس اللي تي جوست موية لا على كل يحب يفوزي يزيد يزيد في الافريك تفضل تفضل في الافريك وش نحووسو مش عافل الشرط روين الاخوة نحووسو على الامباكت الفيزيك ماشي يغلون اروب في الاريوبي بتتتحق واحد كما إن يستطع فان يلعب بالون نقدر لانك في الافريك تفضل بلس 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 قوية جدا وانت قديو رائع سيباليو جوار اللي يطلع مليح بالبالون سيباليو جوار اللي يريكيبين اللي يطيق هلو هولي كان اللي انتايا حنا ميليوتيرا ما صبناش ماذا كل نهار هذه مشكلة تعالى الناخب تعالى حتى تقدر انت تبدل بلوشي ما تاكتيكا لحسب اللاعب اللي عندك ولحسب الجوار اللي عندك دوك انتايا سيتيون كيسيون دوك كنتو الأول ثقافة ثقافة زيد أول ثانيا لما تهضل على تلونزيسو تحولات دفاع هجومو شوف كرة القادمة هي حالتين ما كاش ثلاثة كين زوج وكين مرحلة انتقالية لفا الوسط عندك بالون ومعندك بالون مهاديك لعندك بالون ومعندك بالنسبة لك تلاحق اللي بوت ولتعود ونكب الجهال يمليع لذا انت اسكو على الفيزيك عندك دي جوار يولمو مع الاتاكتيك ومع الاتاكتيك ومع الاستراتيجي ليدرتها وتاني اسكو عندك انتايا اللاعبين اللي ديروا الوظائف تعالى مو تدرب تعالى الناخبي انا بقولك تنزل حاناني يقولك في المنتخب تعالى نانو يا أخي، ولعندك واحدة من الأحساول لعابين في وصف الميدان في الضhaltة الإطالية، في الكالتوب، والناصر ماوكه الشاشر مليطيرا، أحترام مشروع بمليطيرا wewwe ليس شمال المال جواري عهو مبلج دهة الدولة، عندما تبدأ وجواري شيخ، تفضل المتخم الجزائيي؟ أصبحت مبلغ دراسرا晋 أي شيخ، انا ربنا هناك hearts trial لا نعرف من الموضوع نعم في 2019 كنا كلنا المنتخبتنا دفاعي لأنه كان شيئا لا كان شيئا وبعدين في 2019 كانت عندنا هذا الوظائف اللاعبين كلهم يدافعوا وكلهم يهاجموا وكانت اللاعبين عامل السن من عام 2019 عشر اليوم خمس سنوات بعض اللاعبين زادوا في السن اللاعبين واحد اخرين مرامش يلابوا مرامش في فورما واحد اخر كان سيسبوندو واحد اخر خلاص البطولتو يعني مكاش القوات كلها لهذا المنتخب الجزائري اليوم احنا من هذا العمل ما نقدروش نوضفوا هذه اللاعبين وهذا المنتخب بنفس توضيف لوضفناه في 2019 في 2019 كنا احسن فارق والاحصائيات كان كلها كان تمد انو احسن فارق اللي كان يدافع بتسال لعبين ويهاجم بتسال لعبين نازد اضافة برك احسن لعب 2019 برنامج برنامج بشأن بشأنصب البناصر بارك الله تقول لها بشأن لهم في الترنت امه اختبار بشأنك اسماء بناصر بفتر لتكون للبيت السيماعي ماذا نستطيع أن نوضفوه في قاس الفريقية من الأول لا لا بارك الله شكرا على هذه الدباع هنقول له نولو في الجهة تانية إن شاء الله من البرنامج باش نتكلم بكو بليوس على خروج المنتخب لمصري كذلك لدي أقسية من الدورة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية بضربة الترجح يلا نرح نشوف فاصل ولنا عودة بعدها